سيد هذا محدود جداً 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 يعني ما يليقش بش ننعت بصيفة أخرى مش لشخص وأنا ما للمنصب ما نجيمش نقول هكا لكن نقول محدود ويكفي تقريب الكلمة تعبر برشة وزيادة هتنظر التصريحات ممكنش واحد يقول يجي الرئيس اليوم ويقول هذا أخر انذار الرئيس ما ينظرش ما ينبهش ما عندوش دي بال دو سوماشون ما وش يضرب انذار أقفوا حدكم غادية لا رئيس رأو سلطة تنفيذية رئيس رأو دولة رئيس رأو رمز وحدة وطنية رئيس رأو أكسيون عمل أكثر منه كلام يقول لي أنا يخرج لي أنا كمواطن تونسي بالخطاب من طاع البارح ولا لقبله ولا لقبله ولا هو مشروع انتحاري ولا لقبله الغرف المظلمة أنا كمواطن تونسي يخوفني هلأ أنا ما استنيش منه أنا استني من رئيس الجمهورية أنه طمني أنه يمسك الأمور أنه نعرف النتائج والمآلات بعد أنه هذو ما توقفوا هذو ما وحيلوا على القضاء هذو ما تبق عليهم القانون هذو ما وقع ردعهم هذو نستنيش كلام أنا استني فعل وشنور الفعل اللي كنت ممكن تنتظره من خلال الاجتماعات المتكرر المجلس القومي الأمن القومي وكيف كيف المجلس الجيوش والقوات الأمنية شوف أنا ما نعرفش الخلفية شنو موجودة علاش يجتمعوا وأنا ما لي نعرف أنه ما يقع اجتماعهم إلا لأمر جلل أمر هام الأمر الهام هذو يستدعي الفعل من يستدعش الكلام الحرب على الأبواب نحكيهوني على بعد عشرين كيلومتر قوة أجنبية شبه عظمى ماذا إقليميا قوة كبرى تركيا على عشرين كيلومتر في منطقة في منطقة ليبية وفي القاعدة متاع الوطية هذو واحد اثنين الجنوب التونسي ما نحبش نقول يشتعل لكن فعلا فما احتقان كبير وكبير برشاسي لطفي دونك شكون المقصود من التصريحات شنو الخطوة الجاية لو كانت هذي تصريحات مجرد تصريحات كيما تقول سيادتك أي فعل في المرحلة القادمة هو يقول شنو الفعل وهو اخي انا منجم انا بشنف مفروض هو انا نخرج للناس راهو الحديث مع الشعب التونسي لابده امن احترام من التونسا وقتين نخرج للتونسا وثم حقيقة مخاطر ونقول هاو الخطر وهاو اللي قايت اللي عملناها لصدو اما نتكلف المهموتة ومنجيهات وغرفهم ومؤمرات وحنا على بركان الكلام بالتنجيم اللي هو ما يعطيش لا رؤية واضحة للمواطن تونسي لا يتمنوا ولا يورينا وين ماشينا احنا مش هاكا مش هاكا تدار البلدان اراه ثم رأي عام وثم شعب لابده من تعبئته وانتي بش تكون رمز الوحدة الوطنية لابده ان تعبي شعب حولك تعبي حول هدف معين هنا وين الصورة صورة ذببية كاملة اليوم كانت حطونا موضوع انشائي كل حد يكتب على كيفو موهده اللي يتقال انه الرئيس رئيس قيس سعيد مايحبش يقسم الشعب توفي خطوات مبدائية اولية بش يحاول يجمع ويعبي بش من بعض القرارات تحظى كما نقوله نحن بالحزام الشعبي الكافي وحتى السياسي بش تنفذ بنجاعة تهذا حديث هذا توه نحن نتحث توه على مواضيع امن قومي الحديث على اساس انه الناس تخدم داخليا على تقويض الوحدة الوطنية على يعني بركان كامل قاعدين فوقه احنا اليوم فهمنا الاعداء الموضوع موضوع اذا كان تحدث رئيس الجمهورية بتلك الكلمات عند رئيس مسؤول على خطر هنا الكلمات هذه تتردد عند سيد هذية بشكل مختلفة اللي ولت فقدة المعاني امتاحها الكلمات هذية على الهول امتاحها ومشروع شهادة والخطاب تتفكرون سيدي بوزيد وكذا الكلام كبير طنان رنان هي من بعد اعطيني الكلام هذا مايستوجبش معادش مايحتاج او اذا كان الكلام هذا يعبر على وضع حقيقي مانا نقولك الوضع هذية معاش يحتاج الكلام يحتاج الى فعل شكون الاعداء في رأيكم امتاعتونس مع ده الجماعات الارهابية طبعا هذية والاجرامية حتى نعرفوه بالطبيعة شكون الاعداء الحاليين امتاع تونس ودير